بيبي باس أيها الشعب لقد حصلت مؤخرا هزهات كثيرة لذا نحتاج إلى أن نستعد لأي زلزال وشيك اليوم سيعطي المتطوعون لدينا المعادات اللازمة لكل منكم مرحبا ويسكيرز تفضل هذا شكرا هاي معلن لحظة أحتاج واحدة إلى صديق اليسروع قلت يسروع؟ خذ هذه إذن شكرا حالة طارئة يجب أن نذهب ودعا ودعا هاي هاي يسروع أحضرت لك عدة طوارئ يسروع لماذا غلفت نفسك على هذا النحو؟ مرحبا ملحلة طارئة ثعبان من الزواحف إنه واحد من فريق الإنقاذ من الزلازل عمله إيجاد الحيوانات المفقودة هذا الصباح تعرض لحادث وهو يوزع عدة الطوارئ يحتاج إلى مساعدتكما مساعدان فريق الإنقاذ الخارق هيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احوان سيد ثعبان اخبرني كيف تشعروا الان اشعر بدوار خفيف كما لا ارى بوضوح لا تقلق سوف نساعدك دعني القي نظرة عن قرب سابدأ التحليل اليكم النتائج يبدو ان الحفر لديه مجروحة الحفر لديه السيد ثعبان قصير النظر لديه حفر صغير بين عينيه ومن خريه هذا ما يشتهر فيه فهي تساعده على كشف الحيوانات القريبة كونها حساسة على الحرارة لقد فهمت سوف اعالج لك الام شكرا لك سأتقلص الان ترى اين هي لقد وجدت الاصابة الموجة الضوية ميو ميو لقد انتهيت أنا أرى بوضوحني الآن لماذا المنزل يا تاز؟ اه لا انه زلزال 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 ما العمل لا تخف احمي رأسك لنذهب الى مكان آمن من هنا بسرعة سلينت به الجميع المكان خطير اختبئه تحت الطاولة ما من مساحة كافية تحت الطاولة ميو ميو نستطيع ان نختبئه في الحمام اسري اقشي في الزاوية لقد توقف تعالي معي حسنا هيا بينا فلنخرج من هنا خلال الزلزال لا تستخدموا المسعد بل استخدموا السلالب اه انها هزة ارتدادية المنطقة المفتوحة هناك مأمل للحالات الطارئة الآن نحن في امان كيكي انظر من اذهبون رأي ذا تأذى احد ما رأيك هل وجدت شيئا لا لا يوجد احد في المكان كيكي تعال الى هنا هناك سمعت صافرة اسمعي السيد ثوبان بارع جدا في الكاشف يستطيع المساعدة سابدأ فورا ها هناك يصروح استعيقات انظر الي انا خائف ويسكرز في الداخل علينا اخراجه حالا الامر طارئ سأتصل بالمقر للمساعدة كاكا ويسكرز عالق داخل المبنى نحتاج الى المساعدة طلقيتك هينك مومو يحتاجوا كيكي الى مساعدتكما انتلقى رجاءا الان فريق الانقاذ الخارج هيا بنا انتلقى مومو وهانك هنا قد تحصل هزات ارتدادية يجب أن نخرج ويسكرز من هناك بسرعة لا مشكلة سأفعل هذا تشغيل المنوحي الخارقة طيري والآن جاء دورنا أجل تحصل على مراتي تحصل على مراتي ألا 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 وقد ألا ألا وغ السرعة الفائقة أين هما؟ انظره، أليس ذاك كيكي؟ نحن بخير أجل، أجل فريق الإنقاذ الخارق، لقد أنقضتم الجميع شكراً لأنكم كنتم شجعان ما الأمر يا ويسكر؟ يسروع، أنا لا أجد صديقي المقرب يسروع لا لا تبكي، انظر يسروع شكراً كيكي إنه يستيقظ واو، تحول إلى فراشة فريق الإنقاذ الخارق، يبخيكم في أمان شكراً لاتبوع توقف ممنوع أغفو المرجان أوه لا إلا هو شرطي القرش يجب أن أذهب توقف 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 مكانك توقف 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 لكن ماذا حل بي أنا أشعر بالسوء كاكا ما هي الحلة الثانية؟ قرش نوع من السمك هو شرطي المحيط إنه بارع في مطاردة الأشرار المجرمون كلهم يخافون منه لكنه وجد صعوبة في التنفس وهو يطالد ذئبا الآن إنه يحتاج إلى مساعدتكما سنهتم بالأمر في حال إنقاذ الخارق فلنطلق Victory توقف وأشف وأشف مرح ما بي اليوم؟ أين هو فريق الإنقاذ الخارق؟ ها قد وصلا أخيراً أيها الشرطي القرش ماذا حصل؟ كنت أطارد شريراً أخذ كل المرجان وإذ بي أشعر بصعوبة في التنفس أيها الشرطي هل تتوقف قليلاً لكي نفحصك؟ لكن لا يمكنني التوقف لماذا؟ دعني أفحصه على الشرطي القرش أن يستمر في السباحة لتمر المياه عبر خياشيمه ويحصل على الأكسجين ليتنفس إذا توقف عن السباحة قد تكون حياته في خطر قلت في خطر؟ لا تقلع أيها الشرطي سأقوم الآن بفحصك إليكم النتيجة خياشيم الشرطي القرش مجروحة لذا يجد صعوبة في التنفس لقد فهمت سوف أعالجه في الحال توقفوا من ت BUILDING ميو ميو لقد وجدت الجرح خدش المرجان غيشيم الشرطي القرش وما زال عالقا في داخلها لابد من أنها كانت في المياه وهو يتنفس هذا هو الجرح إذن سأعالج له الجرح في الحال مصدس الحبل الخارق آه لا يجبع نسرع المعزة الضوئية كيف جرت الأمور كيكي؟ أتممت المهمة آه شكرا يا صديقاي أستطيع لأن تنفس بسهولة أنا مفعم بالنشاط وأنا مستعد لمطارضة ذلك الشرير في الحال آه كان يجب أن أمسك به لا تقلق أيها الشرطي سوف نساعدك هذا مدهش انظر إلى هذا ها هو إنه هناك يهو لن يتمكن أحد من الإمساك بيه هات pilات ها هو اه توقف مكانك توقف وداعاً او لا يجب أن أدخل إلى هنا أوجدت شيئاً أيها الشرطي؟ يتمدع القرش بحاسة شم قوية سيجد حتماً الذئب إذا كان لا يزال هنا لما كان تذهب إلي توقف مكانك أها أمسكت بك انتبه كيكي ماذا يجب أن نفعل؟ النجدة، النجدة سوف أتصل بالمقر الرئيسي كاكا، نحن الآن في ورطة فلترسل رودولف إلينا بأسنع وقت ممكن تلقيتك رودولف، يحتاج كيكي إلى مساعدتك أرجوك أستعد واذهب إليه في الحال حاضر، رودولف مستعد لأي تحدي في البحر تلقيتك أكيد أكيد جميع تجد لقد وصلت اسمع نحتاج إليك لتقص ذلك الشيء وتنقذ الشرطية القرش والذئد طبعاً رائع أنا حر لن يمسك بأحدني الآن السرطة القرش والذئد كيكي نحن بخير شكراً لمساعدتكم يا أصدقاء يا فريق الإنقاذ الخارق أنتم بارعون بالفعل وأنت بارع أيضاً في الإمساك بالأشرار في كل مكان لن أفعل هذا مجدداً إلى اللقاء فريق الإنقاذ الخارق يقيد بأمان تحتاج إلى مهارات عالية لتجيد التسلق القوة أكثر أهمية ما رأيك لو نتنافس لنرى من يبلغ ذلك الشيء أولاً حسناً هناك حالة طارئة هاي التقدها أجل كاكا ما الحالة طارئة؟ أبو أبريس زاحف لديه قوائم غريبة إنه خبير في العمل على الارتفاعات اتصل أبو أبريس طوى للمساعدة ما عاد فجأة قادرا على التسلق يحتاج إلى مساعدتكما فريق الإنقاذ الخارق هيا بنا ترجمة نانسي قوائم آنسة آنسة متى سنرى اليافطة المتعددة لألواق؟ قريبا سوف أركمها عندها ترايانها ها رائعا لن أخذ لصغيرين أبدا لا تقلق فريق الإنقاذ الخارق سيصل قريبا انظر أتت حفلة الإنقاذ رائع أنك ما أفيتمان سيد أبو أبريس ما الخاطب كنت أتسلق الجدار ثم لمست براز أحد الطيور فانزلت وسقطت على الأرض والآن ما عاد بإمكاني التسلق مجدداً لا تقلق ميوميو افحصي أبو أبريس حالاً حسناً سأبدأ تحليل بانت النتائج الهلب على يده مجروحة الهلب؟ ولكن ماذا تعنين؟ انظر لأبي أبريس شعيرات كثيرة على أسفل قوائمه تعرف بالهلب إنها لاسقة ما يمكن أبا أبريس من تسلق الجدار والآن وهي مجروحة يعجز عن التسلق أوه هذا ما حصل هل الوضع خطير؟ لا تقلق ستتحسن بسرعة أه اه اه أراك ماس تم تحديد الجروح آلة الشفاء الخارقة انتهيت هذا يستحقني أبا أبريس لا تلمس يدك كيكي هل أنت بخير؟ آسف لقد كانت يدي تستحقني أصبحت يدي أفضل أستطيع تسلق الجدار مجددا أبا أبريس لقد سمعت طوى أنها قد تمتر لذا سنبدأ الحدث أبكر سوف أبدأ العمل في الحال تبقى خمس عشرة دقيقة ليس وقتا كافيا سوف يخيب أمل الصغار فعلا وهذه غلطتي أنا اسمعني جيدا سنساعدك شكرا جزيلا لك لكن من سيتسلق مثلي إلى هذا الارتفاع العالي؟ لا تقلق إلى المقر الرئيسي فاكا لدينا مشكلة أخرى هنا نحتاج إلى مساعدة هانك تلقيتك هانك يطلب كيكي الدعم أرجوك أتحرك الآن تلقيتك هانك الخارق قد يحل أي مشكلة تلقيتك أبا أبريس، التقت ما زال هناك الكثير سلم هوائي واو، رائع معا سوف ننهي العمل بسرعة أريد أن أجربها أيضا والآن فلنعلق اليافطة أترك الأمر لنا هيا هيا آه، مقد واقع آه، جيد أنك أمسكت به أبو أبريس، آسف آسف على ماذا؟ خسرت الآن ذيلك، وهذه غلطتي أنا آه، كيف حصل هذا؟ دعني أتفقد البيانات، ذيل أبي أبريس ضعيف يتخلى عنه حين يكون في خطر، فينمو له ذيل آخر بسرعة آه، فهم آه، آه مرحبا، أنا كيكي، قائد الفريق الخارق كل من يواجه مشكلة سنهب لمساعدته انتبه شهر من الضرم رائع ماما ماما لا أعرف أنك تجدين الطب أتمتع بمواهبة كثيرة لتعرفون بشأنها فلنأكل الآن حسنا تذوق طعام الأشهر في العالم جزر مقلي كاكم بالجزر حساء الجزر كاكم مقلي بالجزر جزر على المخار حالة طارئة يجب أن نذهب لا تتعرف أنتما لم تأكل الطعام ابقى يا وأنهيا كاكم ما هي الحالة للطارئة؟ فيلونس فدهي لديه خرطوم طويل إنه في قسم الإطفاء لكنه واجه مشكلة في إخماد النار وهو يحتاج إلى مساعدتكما فريق الإطفاء فلنقلل ترجمة نانسي قنقل 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 اشتركوا في القناة هل أنت بخير؟ مما لم يصل بعد فريق الإنقاذ الخارق؟ يمتد الحريق أكثر حفلة الإنقاذ وأخيرا لقد جئتما ساعداني بدأت أسعل عندما امتصص المياه لا تقلق سنساعدك في الحال داني ألقي نظرة عن قرب شكرا سيكون خرطومي الآن بخير سأبدأ التحليل ها هي المدأة؟ خرطومه مسدود مسدود؟ سأدخل إذن في خرطومه لكي أعرف ما الخط المكان مظلم هنا أين الانسداد؟ أبعد بعد؟ المكان عميق جدا لكن يجب أن أذهب ميو ميو علكة صغيرة تصد له خرطومة الرياح قوية جدا تصد العلكة مجرى الهواء لهذا لا يتنفس الفيل جيدا أهى سوف أعالج الأمر سيد فيل ما الخطب؟ خرطومي يستحقني كيكي كيف جرت الأمور؟ ها ها لقد حلت المشكلة واو أشعر بتحسن كبير شكرا جزيلا لكما النجدة هل من أحد هنا؟ أرجوكم ساعدوني النجدة يبدو أن صوت صاطر من هنا ميو ميو سوف أبدأ المسح إنه الجدد السلحفات يجب علينا أن نساعد هذا مهم جدا انتبه قد يتأذى أكثر يمكننا معالجة الأمر حسنا أحتاج إلى المساعدة من المقر الرئيسي فاقة لدينا مشكلة أخرى نحتاج إلى المساعدة من القفطان مومو تلقيتك مومو يحتاج كيكي إلى مساعدتك فلتنطلقي رجاء الآن تلقيتك مومو طائرة قادمة تلقيتك ماما حركي لوحة الإعلان أنجدت سلاحفات عالقوا تحتها لا مشكلة في الحال إلى الأعلى إلى الأعلى أعلى أنا أطير لفاو أعلى 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 لا أنا لا أرى بغضور كيكي ساعد ماما ماما تحرك إلى اليسار أعلى 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 أ كيكي هل أنت بخير؟ أنا بخير كيف هو الجد؟ أنا أشعر بالدوار أردت شراء زجاجة صلصة صويا ثم حصل هذا حسناً أنت بخير الآن فريق كيكي وميوميو الخارق شكراً جزيلاً لإنقاذي شكراً يا عمال الإدفاء شكراً شكراً لكما لقد سعتماني كثيراً اليوم لا تنسى مامو بالطبع شكراً لكي أجل أجل فريق الإنقاذ الفارق يبقيكم في أمان ميوميو هل الحساء جاهز؟ الرائحة شهية أستطيع شمها من بعيد أنا لم أبدأ بعد لا أعرف لما لا يوجد غاز أيها المواطنون العزة انقطع الغاز من مدينتنا كلها نحن نحاول إصلاح العطر تم تشغيل خطة الطوارق حالة طارئة فلننطلق أنا أنتظر حساءك كاكا ماذا هناك؟ خلدون سديي لديه حاسة شم قوية سباك غاز أغمي عليه وهو يتفقد تسرباً للغاز إنه يحتاج إلى مساعدتكما فريق الإنقاذ الخارق فلنطل أغمي عليه وهو يحتاج إلى مساعدتكما أشعة شمس رهيبة أين هو فريق الإنقاذ؟ إنها حافلة الإنقاذ أرجوكما خذاني إلى مكان لا أشعة شمس في سيد خلد هل تخشى أشعة الشمس؟ أجل أشعر أنني مريض دعني أفحصك سأبدأ التحليل دعني أفحصك دعني أفحصك دعني أفحصك ها هي النتيجة أشعة الشمس جرحت له أنفة فقد حاسة الشم فاهمت؟ دعني أبدأ العلاج سأتقلص لقد وجدت الجرح جهازه شفاء الخارج دعني أفضل الآن شكرا لكم لا مشكلة او لا اشتم رائحة غاز سأذهب لمساعدته رائحة الغاز تفوح من هنا لا الانبيب قديمة يا لا هم الرائحة غاز قوية هنا مصدر التسرب تسرب الماء قوي جدا هنا انبوب الغاز صادق جدا لهذا يتسرب الغاز منه علينا ان اسلحه حالا اه لا انفجل انبوب الماء كيكي ماذا هناك؟ انفجل عندهم الماء ونحن عالقان ماذا؟ وماذا علينا ان نفعل؟ احتاج الى المساعدة من المقر الرئيسي كاكا اسمع لدينا مشكلة اخرى ارجوك ارسل هانك لمساعدتنا تلقيتك؟ هانك طلب كيكي مساعدتك؟ تحرك ارجوك الان في الحال هانك الرائع قادرا على حل اي مشكلة اشتركوا في القناة كيكي لقد وصلت هانك هيا دخل ماء الى القارض حسنا دع الامر لي هانك منصوب المياه يرتفع ما الذي يحصل؟ يبدو ان الامبوبة مسدود سأتفقده اشتركوا في القناة ان الامبوبة الماء اتفقده اشتركوا في القناة كان هذا وشيكا اسمع سيد خل عليك أن تعتمر خودة الأمان انتهيت فلنذهب الآن كيكي أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ أنا بخير أصلحنا أنبوب الغاز يا طريق الإنقاذ لقد أبليتم حسنا شكرا جزيلا لكم أين هو سيد خلد؟ أنا هنا سيد خلد عادت انبذات الغاز إلى طبيعتها شكرا لك هذا من دواعي سروري سيد العمدة هل لا تحضر لي خوذة جديدة؟ في النهاية السلامة أولوية وداعي وداعي نعم 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 اعينا ام اشتركوا في القناة